موسيقى اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وأرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين المرابطة عصر الغيبة الكبرى للإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه هو عصر المرابطة المرابطة هو الإنسان الذي يذهب إلى ساحة القتال ويكون على استعداد مستمر لمواجهة العدو بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون النجاح إنما يكون بالصبر وما ورد في الروايات الواردة عن أهل البيت في تأويل وتفسير هذه الآية الكريمة نحن الآن في عصر هذا العصر فيه الفتن والأهواء والعادات السيئة والعادات المنحرفة هناك وسائل عديدة متعددة موجهة إلى شبابنا إلى المراهقين إلى الفئات العمرية المتعددة بصراحة نحن لا نتمكن أن نواجه بكل هذه التقنية التي يمتلكونها ولكن نمتلك وسائل في التربية في التحصين لو تمكن الآباء والأمهات وأولياء الأمور أن يحصنوا أولادهم التحصين بالعقيدة أولا قبل كل شيء إذا تمكنت أنا الأب أنا الأم أنا ولي الأمر إذا تمكننا على مستوى الأسرة والأفراد والمجتمع إذا تمكننا من تحصين الأبناء وتوجيههم وبناءهم في العقيدة حتى لو انحرف سلوكيا فإنه يرجع البعض يصور إحنا بس أن نعلم أبنائنا الحلال والحرام نعم هذا ضروري لا شك ولكن الأهم من ذلك العقيدة لو أن هذا الشاب علمت العقيدة الصحيحة الانتماء الصحيح لذلك القرآن رسول الله أول رسالة وجهها إلى الناس ما تكلم بالحج وبالصوم وبالصلاة بكل هذه التفاصيل الأحكام الشرعية وإنما قال كلمة واحدة وهي كلمة ترتبط بالعقيدة قولوا لا إله إلا الله تفلحوا النجاح بتوحيد الله تبارك وتعالى إذن كان المنطلق لرسول الله صلى الله عليه وآله هو بالتوحيد وثم بعد ذلك لما رسخ صلى الله عليه وآله فكرة التوحيد بدأ بموضوع المواضيع الأخرى في الأحكام وما أشبه ذلك نحن اليوم في هذه المرحلة المهمة اللي مجتمعنا يعيش فيها وهذه الحرب القوية اللي موجودة قد تكون كفاءتنا الوحيدة هي سلامة العقيدة اللي نمتلكها سلامة الوحيدة والحصانة القوية اللي نمتلك هو ربط أبنائنا بمحمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم وهذا الربط يكون بعوامل متعددة من أهم الأمور اللي وردت في روايات أهل البيت ربط الأبناء بالأئمة عبر الزيارات لماذا زيارات الأئمة لها هذه الكرامة وهذه المنزلة المبيت عند أمير المؤمنين له كرامة عظيمة المبيت عند الإمام الحسين له كرامة كبيرة لماذا ما هو السبب؟ لماذا هذا التأكيد على الزيارات؟ لماذا هناك زيارات متعددة للأمة سلامه الله عليه ما الهدف؟ لماذا أئمتني أمرونا بزيارة أهل البيت عليهم السلام؟ هذا هو لتحصيل العقيدة لأن الإنسان أنت الآن سنة ما تزور الإمام الحسين ما تزور الإمام الأمير المؤمنين عليه السلام لا تزور الأمة عليهم السلام يختلف عما أنه أنت بالسنة مرة ومرتين وثلاثة يختلف الإنسان اللي يصل إلى سنتين وثلاثة وخمس سنوات لم يزور الأمة الكثير من الشباب خيل إليهم أن هناك بعض الشخصيات اللي هذا هو الأول والأخير ولكن لما يرتبط بالإمام المعصوم وينظر إلى كرامة الإمام وعظمة الإمام ودرجة الإمام يرى أن هذه الأفكار اللي كانت يتوجهها إلى غير المعصوم ولو أن الإنسان يحترم الآخرين ولكن لازم يعرف أن القدسية المطلقة يعطيها للإمام المعصوم كثير من شبابنا عدهم صنمية عدهم تعصب أعمى لأفكارهم لشخصيات دون المعصوم لماذا؟ ما هو السبب؟ ما عند معرفة بالإمام لذلك إذا أردنا أن نكون على استعداد مستمر إذا أردنا أن نكون متهيئين بصورة مستمرة ودائمة هذه المرابطة القضية المهدوية تحتاج إلى مرابطة يعني ماذا مرابطة؟ يعني استعداد مستمر الأمر لا يتعلق في زمان دون زمان لا يتعلق بيوم دون يوم في كل الأيام في كل الأزمنة في كل الحالات أنا اليوم مسافر الإسلام كيف انتشر في أوروبا؟ عن طريق التجار التجار يذهبون إلى أوروبا فينشرون الإسلام ينظرون إلى سلوكهم الآن كم من المغتربين من البلاد الإسلامية من مختلف البلاد موجودين في أوروبا كل واحد منهم إذا يحمل هذه المسؤولية ويكون مرابطا في قضية الإمام المهدي الإمام المهدي ليس أن نتذكر فقط في كربلاء وفي النجف لا في أي بلد من بلاد العالم نتذكر الإمام ولو قد لا تكون تلك الأجواء الروحانية ما في مشكلة ولكن علينا أن نوجد هذا الأمر علينا اليوم أبنائنا سيما الجاليات اللي خارج البلاد الإسلامية اللي في أوروبا لازم أولادنا الزغار نخليهم يرتبطون بالإمام المهدي بكرة أنت الأب تموت أنت الأم تموتين بكرة أنتوا ما تسيطروا على أبنائكم إذا من الصغر ربطناهم بأهل البيت عليهم السلام يعني مجرد أنه أخذ إلى مجلس اللطم لا يكفي هذا جزء جزء من ألف جزء أخذت إلى مجلس اللطم لا يكفي فقط هذا أخذت إلى مجلس الإمام الحسين جدا عظيم هذا ولكن لازم أعطي العقيدة لازم نعمل دروس الأعمار اللي من 10 و 12 و 13 و 16 و 18 لازم نعمل دروس حتى الآباء إذا تركوا تلك البلاد إذا الآباء رحلوا إلى عالم الآخرة بالنتجة هذه المسؤولية ماذا هذا الابن وبكرة ابنه وبكرة حفيدة لازم نفكر بمنطق فالمرابطة في أي البلاد كنتم موجودين أن نرابط أن نرتبط بالإمام صلى الله عليه وسلم وهذه العقيدة المهدوية حتى الخطيب دعيتوا خطيب إلى بيتكم إلى مركزكم إلى الحسينية إلى أي مكان قلوا للخطيب قبل أسبوع نريد موضوع في الإمام المهدي نريد نتكلم لنا عن مسؤوليتنا في عصر الغيبة اسألوا اطلبوا احنا لازم نطلب لازم نوجه لازم شبابنا اليوم مثل ما عدنا اليوم الحمد لله عدنا في كثير من الجامعات بالعراق في عدنا نهضة مهدوية عدنا في توجه جداً كبير من الشباب ومن البنات ومن الطلبة ومن الطالبات وأيضاً هناك تعاون إيجابي عند البعض من الجامعات في إقامة برامج في القضية المهدوية وهذه التفاتة مهمة جداً ونقطة جداً مهمة أن نعرف أن قضية الإمام المهدي تحتاج إلى طرح إلى استمرارية وهذه نقطة مهمة جداً اليوم كنت في السماوة في جامعة الإمام الصادق في فرع المثنى كان هناك ندوة موجودة وكانت بعض الأخوات في فريق ثم اهتديت الثقافي جزاهم الله خيراً مجموعة من الطالبات في مختلف الجامعات عندهم نشاط ويشكرون على هذه النشاط وهذه النشاطات عملوا مشهد تمثيلي مشهد تمثيلي جداً رائع وجميل يتحدث المشهد حول الإمام يعتب على شيعته أنكم تتوجهون إليه إنما من أجل مصالحكم الشخصية أنت عندك مريض أنت عندك مشكلة مادية أنت عندك قضية شخصية لم تتوجهوا إلي للدعاء لتعجيل الفرج لم تتوجهوا إلي لكي تعرفوا ما هي مسؤولة المشهد جداً جميل كان وجداً رائع هذا المفروض يكون في كل الجامعات اليوم كل رؤساء الجامعة لازم يعرفون أن قضية الإمام المهدي لا تتعلق بطائفة ولا تتعلق بمذهب قضية الإمام المهدي قضية السماء وهذه القضية هي تفوق كل دراساتنا الأكاديمية والعلمية لأن هي القضية الأساسية في كل شيء كل شيء يرجع إلى قضية الإمام المهدي صلواته الله وسلامه عليه إذن هذا يحتاج إلى كل الطلبة المرابطة المرابطة لاستعداد المستمر الدائم في قضية الإمام المهدي الإمام المهدي يحتاج ناس دائماً يعيشون القضية المهدوية ودائماً يحاول أن يثقف نفسه أن يقرأ يحصر رواية جميلة في الإمام المهدي يأنشرها في القروبات أعمل بوست وأنشرها في كل مكان قضية الإمام المهدي لازم نعيشها دائماً ولازم تكون هذه المرابطة هذا مستعدين لقضية الإمام المهدي دائماً نرابط بإصلاح أنفسنا معالجة ثغرات حياتنا أخلاقياتنا سلوكياتنا من باب المثال لما أنا أحقد على إنسان وهذا الإنسان الذاني وإنسان ظالم من الطبيعي يصر عندي حقد عليه ولكن إذا أردت أن أكون مرابطاً في قضية الإمام المهدي لابد أن أسعى لإزالة هذا الحقد أولاً هذا الحقد يؤذيني إلي لما أحقد على الناس اللي مؤذيني ومدمريني وعاملي لمشاكل هذا الحقد عليهم أولاً يؤذيني نفسياً يعمل لي أزمات نفسية إلى أمر الثاني أنه الإمام يقولي شلون أتعمل وإنسان قلبه في أحقاد فلازم نطهر قلوبنا من هذه الأحقاد لازم إحنا نعمل وفي تطهير هذه القلوب من هذه الأحقاد هذا النموذج ونموذج واحد هناك الكثير من القضايا الأخلاقية باستمرار لازم إحنا نراقب نفسنا باستمرار باستمرار مجلس ذكر فيه غيبة لا تغتابوا غيروا الموضوع ندافع عن ذلك الشخص هذا يحتاج إلى مرابطة مستمرة استعداد مستمر انتباه مستمر وإلا الإنسان يضعف إنسان عنده مشكلة مع واحد يجي إنسان آخر يتكلم على هذاك نفسياً يرتاح أنه في واحد يتكلم على هذا الإنسان اللي عنده مشكلة معه فالمرابطة المستمرة صلاة الصبح صرت قضاء لازم بمجرد ما أقعد من النوم هسا كنت مرهق المنبه دق علي كراراً ما أسمع الصوته مرهق ما قعدت لصلاة الصبح أول ما تجلس استغفر الله وقل سامحني يا مولا يا صاحب الزمان أطلب السماع أطلب الاعتذار من الإمام صاحب الزمان لا سمح الله ذهبتي إلى عرس في غناء وكنت بالنتيجة مغلوب على أمرك طلب السماح من الإمام صاحب الزمان طبعاً هذا ليس معنى أن الإنسان يرتكب خطأ ومباشرة يقول سامحني يا مولاي لا لازم إحنا دائماً الإمام يتوقع من عندنا دائماً نكون على أهبة الاستعداد في هذه فإذن المرابطة في اللغة النماهية الإنسان الذي يلي يكون في الثغر ويلي حدود العدو هذا الإنسان الإمام المهدي الآن مسؤوليتنا في عصر الغيبة أن نكون من المرابطين الآن الروايات كيف تبين المرابطة رواية موجودة في تفسير البرهان مروية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول في بيان هذه الآية يا أيها الذين آمنوا أصبروا وصابروا ورابطوا كيف يعبر الإمام كل مفردة لها معنى خاص يقول أصبروا على المصائب بالنتيجة الحياة فيها الإنسان يفقد عزيز وهذا مصيبة الإنسان يصر لحادثة في هذه الدنيا وما أكثر الحوادث في هذه الدنيا أنت المؤمن يا أيها الذين آمنوا الخطاب للمؤمن أولا أن تصبر على هذه المصائب وصابروا على الفرائض يعني الإنسان مزيد من السعي المستمر أنه الفرائض يؤديها في وقتها صلواتنا الخمس نؤديها في وقتها هذا موضوع يحتاج إلى تفصيل من ضمن أنا طالع مشوار وصلاة الظهر الأذان ساعة 11 الظهر طالع مشوار ساعة 11 نصف أكيد ما رح أصلي صلاتي في وقتها فلذلك أنتظر إلى أن يؤذن أصلي وأخرج أو أذهب إلى مكان وقت الأذان هناك مسجد أو مصلى موجود فأصلي هناك فإذا كان الشباب طلبت الجامعات بالذات عند الأذان وأنا أشاهد نسبة كبيرة من الشباب توجهون إلى المصلى ويصلون زي سؤالي إذا ما في مصلى أنا أجيب سجادة معي وأصلي في الجامعة ينتقدون يستهزئون يضحكون هذه المرابطة هذه المرابطة وكثير أيضا لا إما ما يصلي وإما أربعة خمسة إذا ساعة أربعة خمسة صلي صلاة الظهر والعصر هذه لا تسمى مرابطة الإمام المهدي غير راض عنك كل من صلاة صر قضاء هل ستارة تصدف يعني هذا موضوع تارة الله دائما صلاة قضاء دائما واخر صلاة لأي سبب أنا ما أقبل أي سبب عندي التزام عندي عمل عندي دراه هذا كل كلام فاضي عندي امتحانات كل غير مقبول الإمام لا يقبل ذلك والذي يؤخر صلاة عن وقتها الإمام غير راض عنه الإمام يقول لك إذا أنت إنسان مهدوي أول نقطة مئة نقطة موجودة أول نقطة أن تصلي صلاتك في وقتها تارة الصرحة طارئة أنا بالسيارة وما أتمكن أعمل شيء هذا موضوع آخر القرار ليس بيدي أنا في باص والباص يمشي وطال إنسان أثمانية الأمر ليس بيدي نعم هذا أمر خاص ولكن عموما عموما المرابطة يعني أن أصلي صلاتي في وقتها المرابطة يعني أن أصوم أيام الصوم ما تهرب من الصيام بمعنى أنه أن لا تديع للآخرين أن لا أكل أموال الحرام أن لا أغتاب الآخرين أن أربي نفسي أن أهذب نفسي فإذن وصابروا على الفرائض ورابطوا على الأئمة هذه قضية عقائدية هذه أمور ترتبط بالعقائد رواية ثانية أيضا أنا الآن بإمكاني أن أقف عند هذه الرواية ولكن اسمحوا لي لأنه حتى نخلص البحث اليوم نقرأ عدة روايات في المرابطة حتى نفهم أهل البيت عليهم السلام كيف يبينون معنى المرابطة فإذن المرابطة على الأئمة يعني دائما أنا أكون في إطار الأئمة سلام الله عليهم أقرأ على الأئمة أرتبط بالأئمة أزور الأئمة أوجه إلى الأئمة يعني هذا الارتباط هذه الدائرة المرتبطة شلون يقولون هذا الإنسان محسوب على فلان جماعة كل شيء يرتبط بهذه الجماعة الانتماء لهذا شيء فعلا يكون انتمائي لمحمد وآل محمد هذا الانتماء الصحيح الانتماء الصحيح ليس الانتماء الفئوي الانتماء الصحيح انتمي إلى محمد وآل محمد سلام الله عليهم هذا المعنى الأول المعنى الثاني أيضا في تفسير البرهان ومروي عن الإمام الصادق عليه السلام يقول اصبروا على دينكم هذا معنى أشمل عموم الدين الإنسان الملتزم في هذه الدنيا محارب بأي شيء يحارب بصلاته المرأة تحارب بحجابها تحارب بالتزامها هناك بعض المحجبات أمها تحاربها على عباءتها أبوها يحاربها بعض العوالي يحاربون شبابهم على التزامهم هذا أمر غريب غريب نعوذ بالله نعوذ بالله من غضب الله فالإمام يقول اصبر أنتم في عائلة قد يكون شاب ملتزم في عائلة غير ملتزمة اصبر عليك أن تصبر أن تحافظ على دينك أن تحافظ على دينك والتزامك رغم الأجواء غير المناسبة أتعرض للإذاء أتعرض للضرب نعم يتعرضون للضرب أتعرض لكثير من القمع والإرهاب ولكن الإمام المعصوم عليه السلام يقول اصبروا على دينكم الاتزام الديني لازم أن يصبر لازم أن يتحمل والآن ليش أقول هذا الكلام لأن الآن مجتمعنا ما متوجه للدين المجتمع الجيد المحافظ يتوجه إلى الدين بالمناسبات عشرة محرم في صفر بالأربعين في شهر رمضان يتوجهون وأن لا كثير من الناس اللي يسمون بالملتزمين والله العالم تشوفها تجي عند الإمام بعباءتها وحجابها راحت إلى فرنسا قطت الحجاب مو الحجاب لا العباءة وذاك المكب وذاك اللبس كلها تغير راحت إلى لندن شكل آخر راحت عند الإمام الرضا شكل آخر بالدوام بالوظيفة شكل عند الحسين شكل برمضان شكل بس ش اللعب هذا ش اللعب هذا تلعبون على منه تلعبون على أمزجتكم على كلام الناس على الستايل الموجود الإمام الصادق يقول اصبروا على دينكم هذا الصبر أنا ما أسمع كلام الناس أنا ما أمشي على هوى الناس أمشي على أمر الله تبارك وتعالى هذا مجتمعنا هذا واقعنا وصابروا على عدوكم الإنسان عنده عدو إحنا في مواجهة إحنا في حرب واستمرة الناس ينظرون إلينا أنا ما أمشي والله الآن هذا الستايل موجود والناس ما يرضون عمرهم ما يرضون شنو كيف هم الناس على مزاجهم أمشي على أمزجة الناس كم واحد انتقدني منه هذا الإنسان يفهم ولا ما يفهم عنده علم عنده معرفة عنده علاقة بالله على أي أساس إنه أنا أمشي على رغبات الناس وعلى فكر الناس وصابروا على عدوكم ورابطوا إمامكم فيما أمركم هذه نقطة مهمة جدا رابطوا إمامكم يعني ماذا يعني الإمام المعصوم أمركم بشيء خليك مع الإمام سيدي ما مطلب من عندي بماذا تأمرني أمتثل إلى الإمام المعصوم سؤال كيف نعرف كلام الإمام المعصوم كيف نتعرف عليه نتعرف على الإمام المعصوم بهذه الطريقة بهذه الأسلوب كيف نتعرف على الإمام المعصوم بهذا المنهج بهذه الرؤية بهذه القراءة لذلك نحن علينا دائما أن نقرأ رواية أهل البيت يعني كتاب أرشاد القلوب يكون موجود عندنا دائما كتاب نهج البلاغة موجود عندنا دائما نهج الفصاحة اللي فيه روايات أهل البيت فيه رواية النبي صلى الله عليه وآله دائما نقرأ روايات أهل البيت فيه كثير من الكتب موجودة فيها روايات أهل البيت عليهhoo كتاب جامع السعادات للنراقي يكون عندنا موجود دائما نقرأ فيه روايات أهل البيت تعطيكم نورانية كلامكم نور وأمركم رجد يعني امسكوا الكتاب برواية أهل البيت اقرأوا اقرأوا نفسكم هذه مرابطة لذلك ورابطوا امامكم فيما امركم يعني الامام عليه السلام يأمر الانسان بمجموعة من الاوامر فاذا المرابطة بمعنى انه انا اكون دائما مستعد دائما انظر الى الامام عليه السلام انتبهوا لكلامي الامام المعصوم ماذا يأمرني الامام له الولاية المطلقة له الولاية التكوينة التكوينية نسمع حتى اذا قرأت رواية وما فهمت الرواية اسأل من اهل المعرفة اسأل من انسان الذي اثق به ما معنى هذه الرواية وبعدين عموما كثير من روايات هي سلام الله عليهم انما يحكون على مستوى عقول الناس فلذلك انه الامام الغائب الان غائب ولكن هناك توجيهات من الامام الامام المهدي يوجهنا لما تقرأوا رسالة الامام والتوقيع الصادر من الناحية المقدسة للشيخ المفيد رضوان الله عليه كلها فيها اوامر كلها فيها توجيهات هذا يحتاج الى هو هذا يحتاج لما نقرأ رسالة الامام اقرأوا عملوا سرج وبحثوا عن الرواية وانظروا الى الرواية كم هي بها الرسالة لنا جميعا نعم الغطاب موجه لشيخ المفيد بس اياك اعني واسمع اياه جارة موجه الى عموم الناس بعد هذا معنى فاذن معنى الاول المرابطة على الامة المعنى الثاني المرابطة على اوامر الامة عليهم السلام المعنى الثالث المرابطة على الاقتداء بهم ذاك اوامرهم هذا اقتداء بهم رواية ايضا مروية عن الامام الصادق يعني فعلا لما ننظر الى ائمتنا يوجهون هذا توجيه الامام اش كثر الى قيمة قال لي ابي بصير اصبروا على المصائب وصابروهم على التقية بالنتيجة احنا الان في اعدال اهل البيت موجودين لذلك لازم الانسان التقية ديني ودين ابائي لا بد ان نعمل بالتقية مو مزاج مو فهم خاطئ للانسان الان هناك دعوة الى التقية ورابطوا على من تقتدون به واتقوا الله لعلكم تفلحون فاذا المرابطة في الاقتداء بالامام المعصوم صلوات الله وسلامه عليهم الامة عليهم السلام قدوة لنا في كل شيء في كل صغيرة وكبيرة الامر الرابع المرابطة في سبيل الله الرواية واردة في تفسير العياشي عن ابي عبدالله الصادق عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى واصبروا عن المعاصي وصابروا على الفرائض واتقوا الله يقول امروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ثم قالوا واي منكر انكر من ظلم الامة لنا وقتلهم ايانا اي ظلم اكثر من هذا الظلم هذا مرابطة في سبيل الله على كل حال كل هذه المرابطة ايضا معنى اخر المرابطة المرابطة ابد الدهر يعني المرابطة مو يوم معين مو يوم الجمعة اليوم الذي يتوقع فيه ظهور الامام والعلم عند الله قد يظهر الامام في اي يوم من الايام في اي ساعة من الساعات الامام الباقر سلام الله عليه يسأل كم الرباط عندكم هذه المرابطة اللي تحكون عنها سادتي يا امتي كم هي المرابطة يوم يومين اسبوع شهر يعني هذا المرابطة العسكرية الانسان المؤمن لازم يكون مجهز حاله دائما ان شاء الله فالرباط العسكري ايضا موجود كل انسان موالي لاهل البيت لازم يكون عنده مدرب عسكريا لازم دائما انت جاهز لان العدو جاهز والعدو عنده كل فنو للقتال احنا ايمانيا وجسديا وعسكريا قال فاذا كم الرباط عندكم الامام يسأل يقول انت الرباط عندكم كم المرابطة قلتو اربعون ماذا قال الامام الباقر عليه السلام للراوي قال ولكن رباطنا رباط الدهر يعني الرباطكم اذا انتو اربعين يوم احنا رباطنا الدهر كله كل الاعوام كل السنوات يعني من الان الى ان تموت ان تكون مرابطا في الدفاع عن الامام المهدي المنتظر في العمل للقضية المهدوية في نشر ثقافة الامام المهدي بين الامة وارتباطهم بالامة هذا من الامور المهمة زين ناخذ اتصال الاخ سيف الدين من بغداد تفضل اخ سيف الدين اخ سيف الدين من بغداد تفضل هالو تفضل تفضل انت على هوا اللي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حياك الله شوانك حبيبي شيخنا حياكم الله اهلا اهلا بك الله يبارك بك عزيزي الله يتمنى شيدنا شيخنا العفو شيخنا بس الكثوات الا machinery سعيلت عليها. لماذا سمي الإمام المهدي عد الله في رجل شريف بإمام صاحب العصري والزمان. ما تسعى عندي الجواب الشافي وانسالة من كذا وحد. اللي شنوه لماذا هو إمام العصر والزمان. لماذا سمي يدي إمام صاحب العصري والزمان. نعم أحسنته. إن شاء الله أحسنت. بارك الله فيك أخصي. الله سلمك. إمام العصر والزمان لأن فترة الإمام المهدي فترة طويلة. يعني لأم سلام الله عليهم. الإمام الجواد كم كانت الإمام عنده. كانت عند الإمام الجواد فترة قليلة جدا. استشهد الإمام الجواد عمره خمسة وعشرين سنة. هناك من الأم استشهد عمره ثمانة وعشرين سنة. عمره لأم سلام الله عليهم ما كانت فترة طويلة. الإمام أمير المؤمنين. الإمام الحسن فترة الإمامة كانت عشر سنوات. الإمام الحسين كانت فترة الإمامة عشر سنوات الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه لماذا إمام الزمان هو أكثر من الآن أكثر من ألف سنة هو إمام يعني مرحلة الإمام عند الإمام المهدي فلذلك للفترة الطويلة يسمى إمام العصر والزمان خصوصية الإمام المهدي تسمية الإمام بإمام العصر والزمان لأنه فترة الإمام والإمام عند الإمام فترة ممتدة وطويلة لذلك يسمى بهذه التسمية وقد تكون هناك تسميات أخرى خلي أذكر أمر حول المرابطة المستمرة لأهل بسلام الله عليهم شلون يركزون وشلون يبنون وكيف يوجهون وكيف يبينون لنا يعني بعض الأوقات لما أنا عندي حاجة وهذه الحاجة لا تقضى ليش؟ شو السبب؟ كثير يعترض ليش حاجتي لا تقضى؟ يتصور أنه أي دعاء يدعو الله لازم الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء أذكر لكم قصة رجل بعثوه أهل كان هو مؤمن ذيك المنطقة بعثوه إلى النجف أن يأتي إلى مسجد السهلة ويبقى أربعين أسبوع ويحضر كل ليلة أربعاء إلى مسجد السهلة بنية التشرف بلقاء الإمام عجل الله تعالى فرجعه وإذا التقى بالإمام يطلب من الإمام الحاجة المطلوبة للجماعة اللي في ذيك المنطقة بعثوه على هذه الحاجة فزودوه بالمبالغ المالية مبلغ من المال يمشي أمور المعيشية وبقى بالكوفة مدة أربعين أسبوع كل ليلة أربعاء كان يأتي إلى مسجد السهلة صار ليلة الأربعاء الأخير أجي حضر وصلى ودع الله تبارك وتعالى صار ينظر يمينا شمالا ماكو أحد مافي أحد موجود ينظر يمين شمال قد يأتي الإمام مافي الناس رحلوا طلعوا من المسجد ما بقى أحد بقى وحيدا إلى أين يذهب هذا أربعين أسبوع موجود وجاي من بلد بعيد وباع فيه الجماعة علشان أنه يلتقي بالإمام ويطلب حاجة حاجتهم من الإمام الآن يرجع إلى أهله ماذا يقول لهم طلع من المسجد شاف ظلام لا يعرف إلى أين يذهب كيف يرجع إلى أهله ماذا يجيب أهله شيخبرهم ماذا يقول لهم أنا ما التقت بالإمام زي أنت باع فيك أربعين أسبوع وما تلتقي بالإمام في هذه حالة من الشوية من الحيرة شوية من الوحشة شوية من الخوف ما في أحد موجود وظلام وليل طلع من المسجد السهلة يقول وإذا بي أنظر إلى رجل سلم عليه أجبته عليه السلام قال إلى أين تريد قال أنا جئت إلى المسجد السهلة ليش جئت إلى المسجد السهلة أنا صال لي أربعين أسبوع جئت من بلدي وبعثوني إلى هذا المكان حتى ألتقي بالإمام وعند حاجة عند الإمام قال له أتريد الإمام قال بلى قال الإمام موجود الإمام المهدي موجود ما شفت الإمام قال فصطاط الإمام يعني خيمة الإمام وأصحابه خلف مسجد السهلة موجود يعني الإمام قال بلى وين قال تعالى معي طلعه على السطح قال له امشي على السطح وقف على السطح فعلا شاف فصطاط وخيم متعددة قال هذا فصطاطه الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف صارت عنده مكاشفة يعني أذن له بالمكاشفة قال له زين والمطلوب قال له زين تعال طريد تروح عند الإمام أنا أخذك عند الإمام قال له هذه أمنيتي أنا أربعين أسبوع جاي علشان الإمام ألتقي بالإمام هو وراح في الطريق قال ولكن هناك شرط اللي يريد أن يكون في لواء الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف عليه أن يكون متزوجا فلازم تزوج سهل من هنا يجيب زوجها الآن كيف يتزوج قال أنا أزوجك هناك فتاة موجودة لازم تعقد عليها وتكون زوجتك ثم تلتقي بالإمام قال لا بأس أخذه إلى خيمة وجد أن هناك فتاة نظر إليها ووافق فتم العقد الشرعي أن هذه هي زوجته فجلس في الخيمة معها هذا صاحبنا اللي نظر إليه عند باب الخيمة يا فلان قال بلى قال الإمام أنت جاي تشوفه للإمام خلو مو جاي التجس عند زوجتك جاي عند الإمام قال لا بأس انتظر شوي انتظر شوي بعد شوي قال له ها شنو صار الإمام ينتظرك يلا تعال نروح عند الإمام قال لا شوي ينتظر بعد بعد شوي أيضا نادى أنه الإمام رح يطلع رح يروح الإمام انت جاي أربعين أسبوع حتى تلتق بالإمام الإمام رح يطلع قال لان انتو روحوا بعدنا أن أجي وراكم في تلك اللحظة وإذا به لم يجد شيئا ويجد نفسه جالس على الأرض لا خيمة لا بنت لا أحد هذا الاختبار هذا الامتحان الله سبحانه وتعالى يختبر الإنسان أنت الإنسان أنت تصور أنت إنسان مؤمن تصور أنت واصل للإمام المهدي وتصور أي حاجة لديك أنا سويت ختمة زيارة عاشورا وأنا زرت الإمام وأنا دعوت الله وعملت هذه الزيارة وقرأت هذه السوار واستغذت بالإمام والحاجة لم تلب هذا الأمر أن تفوض أمرك إلى الله أنت عليك بالدعاء ادعوني أستجب لكم لماذا لم تتم الاستجابة هذا أمره عند الله عند الله ولكن الله يكشف الإنسان هذا صال إلى أربعين أسبوع في لحظات كشفت حقيقة هذا الإنسان يريد الإمام يقول له أنت غير مهيئ أنت إنسان امرأة وحدة بعدتك عن الإمام المهدي فكيف بسلوكنا هذا المال اللي نأكله سلوكيات اللي عندنا الأعمال اللي عندنا أعمالنا وبعدين نحن إذا الله لم يقضي لأن الحاجة بعد ما أصلي أزعل مع الله أزعل مع الله أم سلام الله عليهم شنو هذا الجهل هل كثر الإنسان عنده جهل وما عنده معرفة لأنه لم تقضي له الحاجة بعد أنه ما أصلي لم تقضي له الحاجة بعد أنه ما أزور هذا قمة الجهل لهذا الإنسان هذا الإنسان كشف شوفوا المرابطة إذا كان هذا الإنسان مرابطاً في قضية الإمام المهدي كان التقى بالإمام ولكن ما عنده أهلية ما عنده توفيق أنا وأنت أيضاً نفس الشيء لا يكون الإنسان يحتدوا بنفسه أنا واصل من أنت واصل؟ أنا كذا لا أنت مو كذا لا يكن تغتر ببعض سلوكياتك إذا كنت تصلي صلاة الليل إذا كنت مواظب على زيارة عاشوراء إذا كنت تعمل بعض أعمال خير لا تغتر بسلوكك دائماً تهم نفسك هذه المرابطة لماذا ليه إما سلام الله عليهم يدعونا دائما للمرابطة حتى دائماً يكون الإنسان مهيئ نفسه دائماً أنا أكون إنسان مهيئ نفسي الآن أجواءنا الاجتماعية ملوثة العالم عالم المصالح العالم عالم الأنانية العالم عالم الشخصية أنا وبس ألعب أخليك تلعب لا ألعب لا أخليك تلعب خلاص هذه قواعد لللعبة الناس هكذا يتعاملون وأن الإمام المهدي أين الإمام المهدي الناس اللي يدعون الالتزام ويدعون الدين أين الإمام المهدي في حياتهم أين الإمام أين المرابطة وأن الناس اللي يرابطون على قول الإمام على فعل الإمام على الاقتداء بالإمام المرابطة في سبيل الله الإمام الباقر يقول احنا مرابطتنا أبد الدهر أين هذه المرابطة أين الاستعداد المستمر متى هذه النفوس المريضة الموجودة فينا انطهرها هذا التحامل على الآخرين هذا الحقد على الآخرين هذا إلغاء الآخرين أنا وبس وهذا من فلان جماعة أقصي هذا الإنسان أوقف هذا الإنسان ما أسمح لهذا الإنسان أي مرابطة أي إمام مهدي أي علاقة مع الإمام كله تحت المجهر كله نعم لدينا اتصال الأخت زهراء من محافظة ذيقار من الناصرية تفضلي أختي نعم تفضلي أخت زهراء حياة الله أروق تفضلي أنت على هو نعم نعم تفضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياة الله تفضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله سؤالي عن الإمام المهدي عليه السلام نعم سلام الله عليه ما هو السؤال سؤالي لماذا يلقى بالإمام المهدي بالصاحب العصور والآن نحن جاوبنا على هذا السؤال إذا كنت تتابعين البرنامج الآن جاوبنا على هذا نعم نعم ما يخالف إن شاء الله شكرا لك يعطيك العافية الله يبارك فيكم إنما سمي لأنه هو الإمام المهدي فترة الإمامة للإمام أكثر من بقية الأمة يعني أكثر من ألف سنة الإمام المهدي هو إمامنا وإمام العالم وفترة له فلذلك يسمى إمام العصر العصر يعني الزمان فالإمام فترة الإمامة للإمام المهدي فترة أطول فهذا الزمان الطويل وهذه المرحلة الطويلة تتعلق بالإمام المهدي سلام الله عليه لذلك صار الإمام المهدي إلى خصوصية هذه الخصوصية ما موجودة عند الأئمة سلام الله عليهم الأئمة أعمارهم قصيرة ومدة الإمامة عندهم سلام الله عليهم في فترة محدودة الإمام المهدي صار فترة طويلة فيسمى بإمام الزمان لأنه فترة الإمامة عند الإمام أكثر من ألف سنة ومتى يظهر الإمام أيضا علمه عند الله تبارك وتعالى فصار يدعى بإمام العصري والزمان أنه طبعا هناك معاني أخرى بس نكتفي بهذا المعنى أن عصر الإمام المهدي هو عصر أكبر وأشمل لذلك الإمامة وإمامة الإمام المهدي كان في تفترة أطول من فوائد يلا زين عدنا اتصال آخر الأخة محمد من محافظة واسط من الكوت تفضلي عليكم السلام ورحمة الله حجية يرحم مالذيكم على هالبرانج ورحمة الله بكم والحب تكفرون الله يبارك فيه حجية إن شاء الله أحلم أننا يبتخذ صاحب الزمان يا صاحب الزمان أصلا إحنا أصالنا من الناس أصالنا من الناس هاي أكثر ما تعرض بإمام أي إمام قبل نعم صحيح الإمام قبل ما يكون تقدير ما يكون تشفيان يوم بالدين ينفر منه والعكب على هاي الدولة الجاي تشبه لهاي الأشياء التعبانة تدخل وكلها والناس الحرام لبسوا الناس الحرام وإحنا المبعدين إحنا همشي نقضى على الشيء الحرام ما يدخل لازم بالبطوط صحيح الناس إذا ما أكل الحرام بعد إحنا وين نقدر نسيطر عليها صحيح فعلا صحيح لقمة الحرام مشكلة كبيرة يرحم مال بيك بناتنا يوم كعبين ما تعرف البنية تمرت بزوجة ما تعرف يعني شيء نوع من الضجال يرحم مال بيكم كيفرون نالين الخطر حين الله يبارك فيش أختي محمد الله يبارك فيش شكرا لك إن شاء الله طبعا هذه المشكلة كبيرة إحنا يعني مفروض اليوم أولياء الأمور يعملوا ضغط على وزارة التعليم العالي إنه إحنا قضية الإمام المهدر يريدها في الجامعات وعلى طيلة أيام السنة وزارة التربية سماذر هذه المحاصصة الحكومية الله يلعن السياسة والله يلعن أهل السياسة اللي ذول اللعبوا فيه لعب وإلا وزارة التربية أيضا بيد ناس ما لهم علاقة بالله تبارك وتعالى ما يعرفون شيء اسمه الله أصلا هذول الأساس السياسيين نعوذ بالله نعوذ بالله من لقمة الحرام واحد ذول الليما يأكلون حرام خلاص يأكلوا حرام خلاص نقرأ بث يلا عدت نتصال آخر من وين الأخ ستار من كربلاء المقدسة حياك الله بفضل أخ ستار نعم بفضل عزيزي عندي السؤال للشيخ بفضل عليكم السلام اي معنا سمعك بفضل 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 عليكم ستار من كربلاء بفضل عزيزي عندي سؤال للشيخ الشيخنا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله اتفضل عندي حول القاعدة مات المه Darren عندي سؤال يقول القاعدة مات الإمام. قبل الإمام هل هي يعني تم جمع واحدة لو أكون شخص يجمعها للإمام. نعم. أحسن للقاعدة الشعبية أو لأصحاب تقصد من? هو القاعدة الشعبية مثل ما هي تتكون من عشرة الاس. نعم. نعم. بالرواية تتقول يعني هل قاعدة يعني تتكون وحدة لو أكون من يجمعها. شكرا. 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 ان شاء الله شكرا. يعطيك العافية. طبعا احنا اخ ستار عدنا عدة امور. اولا في قضية الاصحاب كما قرأت قبل كم ليلة اتكلمت عن موضوع انه يأتون من كل البلاد. من كل البلاد 313 واحد هؤلاء مختارون من قبل الله تبارك وتعالى. وذكرت ايضا كل واحد من عدنا اذا يرتقي بعمله ويطهر نفسه ويقرب نفسه الى الله والإمام يتمكن يكون من هؤلاء. ولكن هذا الامر ليس بالهين والسهل ولكن ممكن. 313. عدنا احنا بالروايات هناك من الانصار عشرة آلاف. وهؤلاء بالروايات ايضا لنتحقون بالإمام المهدي في مكة قبل ان يتوجه الامام الى اه الكوفة يلتحقون هؤلاء مع السيد الهاشمي. الان من هو السيد الهاشمي لا نعلم. علمه عند الله. انتبهوا ان تقولوا فلان هو السيد الهاشمي انتبهوا. هذا ادعاء باطل لا نعلم. الرواية تقول ان هناك احد القادة اسمه السيد الهاشمي. هذا هو الذي يجمع هذا الجمع. ويأتي به لنصرة الامام في مكة. طبعا ايضا لما الامام يأتي الى الكوفة. الروايات تقول اليماني اهدى رواية عدنا من اليمن. اليماني هو الذي يتحرك من اليمن. وايضا يتوجه الى الكوفة. رايات اخرى ايضا تتوجه. ولكن الرواية الحتمية تقول راية اليماني. فاذا هناك توجه. اليماني يجمع مجموعة. السيد الهاشمي يجمع مجموعة. ويلتفون حول الامام. لا يحتاجون الى احد. هو وجود الامام. الناس هذه القاعدة هي تتوجه حول الامام. سلام الله عليه. من فواد المرابطة حتى اختم البحث. من فواد المرابطة. عدة امور. الانسان الذي يكون مرابطا. مذكرنا معاني المرابطة. يعني دائما تكون مستعد في قضية الامام المهدي. مثل المقاتل. كيف المقاتل بيدة البندقية وجاهز للقتال. انت الانسان دائما تكون مستعد في قضية الامام المهدي. في تطهير النفس. في تسكية القلب. في تصفيت حساباتك. في صلواتك. في كل امور حياتك. شن الفوائد. اولا ادر الله رزقه. هذا الانسان اللي عنده مرابطة. الله تبارك وتعالى. اضافة الى الصحة والعافية. الله تبارك وتعالى يجعل حياة المعيشية حياة مباركة. رزقه يكون كثيرا. لا تصور انه انت اذا كنت مرابطا. رح رزقك يقل لا. رزقك سيكون فيه الخير والبركة. واحد. اثنين. شرح الله صدره للعلم والايمان. هذا كل روايات. ان الانسان الذي يكون مرابطا في قضية الامام المهدي ويكون مستعدا. الله تبارك وتعالى يفتح لأبواب العلم والمعرفة. ويشرح صدر الامان. ثالثا. وبلغه امله. بالنتجة الانسان عند اماني. عند احلام. عند امنيات. الله تبارك وتعالى يبلغ هذا الانسان امله في الدنيا. الامر الرابع. وكان عونا على حوائجه. رب العالمين يسهل. لان الدنيا قائمة على العل والمعلول. قائمة على الاسباب والمسببات. الله سبحانه وتعالى يسبب الاسباب لهذا الانسان المرابط. فيفتح له ابواب الخير والسعادة في حياته. بالنتجة هذا الحديث وهذا الكلام على الموضوع المرابطة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا. اصبروا وصابروا ورابطوا. واتقوا الله. اصبر وصابر ورابط. والتقوى. تقوى مهمة. لعلكم تفلحون. تفلحون. الفلاح للانسان والنجاح للانسان. انما يكون اذا كان مرابطا. فاذا لعلكم تفلحون الانسان يكون ناجحا وسعيدا. وفيه الخير والاخرة. اذا كان متوجها الى المرابط. دعوات لكم بالخير والسعادة. وان شاء الله نسعى ونحاول جميعا. ان نكون من المرابطين في قضية الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. ودائما نكون على استعداد. هذا الامر يخلينا دائما. انا انصحكم بشيء. لما تقرؤون زيارة الياسين. تأملوا في الجمل. شوفوا راح تعيشون مع الامام المهدي. راح تعيشون مع جدا مفردات جميلة ورائعة. دعاء العهد اقروا بتوجه. راح تشعرون فعلا قاعد انا الان ابايع الامام المهدي. واعمل عقد مع الامام المهدي. واعمل عهد مع الامام المهدي. هذا الارتباط وهذا الشعور مهم. في دعاء العهد في زيارة الياسين. حتى في دعاء الندبة. دعاء الندبة مضامينة رهيبة جدا. المعاني اللي موجودة في دعاء الندبة. معاني ولا اروع. الانسان اذا عاش هذه المعاني وهذا الشعور الروحاني. وهذه المعنويات. وهذا التوجه للامام. سيكون هذا تأثير كبير جدا في حياته. دعواتي لكم بالتوفيق والخير والسعادة. وآخر دعوانا اللهم عجل لوليك الفرج. وفي امان الله. اشتركوا في القناة.